بداياتك كانت مجرد تشتغل في مطعم وأحد الأشخاص الموجودين في المطعم قلت لي شو نصر مثلك جوابك جواب قل لك لو بعد مئة سنة أنت مصر مثلي بس هذا كان يعني حافز قوي انه حسا انتصرت وهو بعد المكانه احتي لي عن هذا الموقف وشنو اللي ولد لك بداخلك بصراحة من زمان أشوف فالدي هو كان يشتغل يعني هو كان عنده اللي هو بمطاعم اثنين فمن وعدت عدني والدي عنده مطاعم اثنين بس ما كنت اشتغلويا كنت ادرس واروح ااكل وبس يعني بس ما صارت الاحداث تدريموا العراق وهذه الأمور فراح كل شي عندنا فاضطريت وراها فترة انه اشتغلوا بأربيل بمطعم فكان اكو واحد يطبخ هو الاكل الشرقي فأنا احب الاكل واشوف والدي شان سابقا يطبخ كذا فقيت له انه همار دا تعلم مش هت مساعدة له فقال لي لا انت ما رايح تصر مثلي انت بعد مئة سنة ما رايح تصر مثلي فضلت هاي ببالي انه ليش ما رايح تصر مثلي فلازم اصر مثله واحسن منه فالحمدلله وشكر يوم بعد يوم وسنة بعد سنة بنفس المكان اللي كان هو يشتغل بي انا صرت الهيت شيف بفرعة الثاني جديد حلو وهو بقى بمكانه فاخذت من هذا الكلام وحافظ اليه ودافع اليه حتى تفوق عليه وعلى نفسي ووصل رسالة لكل شباب اللي كل شخص يحطم من اهدافنا وطموحاتنا انه احنا نقدر ومن خلالكم انتو انحطمتو ان نقدر نوصل لي كل شيء ريدا